بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المستحق لجميع المحامد والصلاة والسلام الأشرفان الأنوران على إمام كل راكع وساجد وعلى آله وصحبه وكل عابد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها وفهما يا رب العالمين اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما ثقل النبي جعل يتغشاه الكر فدخلت عليه ابنته الزهراء فقالت وَا كَرْبَ أَبَتَاهُ فَقَالْ لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فلما مات رسول الله قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه جنة الفردوس مأواه فلما دفنا قالت أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي وبكل الدنيا وما فيها سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مولانا يقول له في القرآن وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَيَقُولُ لَهُ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حياً وباقياً لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي هذا الحديث وهذا الهدي النبوي الشريف يبين لنا فيه سيدنا أنس بن مالك اللحظات الأخيرة في حياة سيدنا رسول الله يقول النبي وهو في سياقة الموت وهو في سكرات الموت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني سكرة الموت ويفيق ثم يؤخذ ثم يفيق ويقول إن للموت لسكرات اللهم هون علينا سكرات الموت في هذه الأثناء وفي تلك اللحظات دخلت عليه السيدة فاطمة الزهراء أم أبيها وحبيبة المصطفى صلى الله عليه وسلم فرأت النبي يعاني سكرة الموت فقالت وَا كَرْبَ أَبَتَاه يعني وَا حُزْنَاه حَزِينَةٌ عَلَى مَا فِيهِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة لا حزن بعد اليوم على أبيك لأن الله أطلعه أنه سيلحق به جل وعلا ثم أسر إليها سرا فبكت ثم أسر إليها سرا آخر فضحكت فسألتها أم المؤمنين عائشة يا فاطمة ما لك تبكين ثم تضحكين ماذا قال لك النبي فقالت ابنة سيدنا رسول الله وأشبه الناس برسول الله ما كنت لأفشي سر رسول الله ولم تخبر به أم المؤمنين عائشة وبعد لحظات انتقل حبيبنا إلى الرفيق الأعلى فنعته سيدتنا الزهراء بكلمات سجلت بحروف من نور وكتبت بمداد من ذهب لم يسبقها إلى هذه الكلمات أحد قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه جنة الفردوس مأواه نعت النبي لجبريل لأن الوحي سينقطع بموت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تعترض وإنما قدمت النعي لسيدنا جبريل يا أبتاه أجاب ربا دعاه إلى جبريل ننعاه جنة الفردوس مأواه ولما دفن الحبيب الشفيع قالت لسيدنا أنس يا أنس أطابت أنفسكم أن تحفو التراب على رسول الله لكنها هي الدنيا مهما طالت فلا بد أن يرحل عنها الإنسان صلى الله وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله طبت حيا وطبت ميتا صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وجمعنا الله بك في أعلى عليين ومتعنا بجوارك في الجنة اللهم آمين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته شكرا لكم